غليان شعبي في الشارع الفلسطيني ضد صفقة القرن المزعومة تظاهرات عمّت المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وتحولت إلى مواجهات مع الجيش الصهيوني الذي استهدفها بالرصاص والقنابل الدخانية وخراطيم المياه في شمال الضفة تركزت المواجهات جنوب مدينة نابلوس وبلدة كفر قدوم إضافة إلى مواجهات أخرى اندلعت على المدخل الغربي لمدينة طول كرم أما وسط الضفة الغربية فقد اندلعت المواجهات في عدد من قرى مدينة رام الله وتركزت في قرى بودرس والنبي صالح كما اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة رام الله وفي جنوب الضفة المحتلة وقعت مواجهات في مخيم العروب للاجئين شمالي الخليل واندلعت مواجهات في الأغوار الشمالية بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب وقفة نظمت بالقرب من بلدة عاطوف في قطاع غزة كذلك الشعب الفلسطيني يقول كلمة واحدة لا لصفقة القرن منتقدا التواطؤ الدولي مع الكيان الصهيوني والتخاذل العربي عن نصرة القضية بعيدا عن مناكفات الفصائل والكتل والتجاذبات العربية والإقليمية يتحد الفلسطينيون على مرتكز قضيتهم مدعومين بتضامن ونصرة الشعوب العربية والإسلامية وتعاطف المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ورغم قيود التضييق التي يفرضها الكيان الصهيوني استطاع الفلسطينيون أن يثبتوا عبر تظاهراتهم أنهم مجمعون على رفض صفقة القرن ومتمسكون بحقوقهم الكاملة غير المجزأة مهما عمل على تميع القضية واستغلال الواقع العربي المزري لتمرير هذا المشروع وجعله أمرا واقعا القضايا لا تسقط بالتقادم وحق الأجداد لا يمكن أن يتنازل عنه الأحفاد مهما طال الزمن